الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أعزاء المشاهدين والمشاهدات أبناء وبنات طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة الخاصة بمراجعة مادة التوحيد لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزرية وستكون المراجعة إن شاء الله بنظام الامتحانات الجديد ونظام البوكلت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبنائنا وبناتنا الطلاب في امتحاناتهم وأن ينسرها عليهم ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بالسؤال الأول ما المقصود باليوم الآخر ومتى يبدأ ومتى ينتهي المقصود باليوم الآخر هو يوم القيامة ويبدأ من وقت الحشر أي من بعد أن يساق العباد من بعد بعثهم من قبورهم إلى أرض الحساب وليس له نهاية على الصحيح وقيل أنه ينتهي بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار السؤال التالي لما سمي اليوم الآخر بهذا الاسم وما أسماؤه الأخرى سمي باليوم الآخر لأنه متصل بآخر أيام الدنيا وإن كان ليس منها لأن الدنيا تفنى بفناء من عليها كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ومن أسمائه أيضا يوم القيامة وذلك لقيام الناس من قبورهم فيه وقيام الحجة عليهم قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين وسمي أيضا بالقارعة لأنها تقرع القلوب أي تضربها بأهوالها قال تعالى وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد وسمي أيضا بالحاقة لأنه يحق فيها وعد الله سبحانه وتعالى بالبعث والجزاء السؤال التالي اذكر بعض أهوال يوم القيامة وهل ينال الأنبياء والصالحين شيء من هذه الأهوال في هذا اليوم يشتد الهول على الناس ومن هذه الأهوال طول فترة الوقوف فهو على الكافرين بمقدار خمسين ألف سنة كذلك كذلك اقتراب الشمس من الرؤوس فيغرق العصاط والكفار في عرقهم المنتن فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقويه أي إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما أي يصل العرق إلى فمه وأذنيه أو أذنيه ثالثا أن الناس يحشرون في ذات اليوم حفاتا عراتا غرلا أي غير مختونين كما ولدتهم أمهاتهم ولقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون في ذات اليوم حفاتا عراتا غرلا فعجبت السيدة عائشة رضي الله عنها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أينظر بعضهم إلى عورة بعض فأجابها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى لكل مريء منهم يومئذ شأن يغنيه رابعا أن الملائكة تسأل عن التفريط في الأعمال والأقوال قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون خامسا شهادة الألسنة والأرجل وغيرها كالأيدي والسمع والبصر والجلد والأرض والليل والنهار والحفظة الكرام أما الأنبياء والصالحون والصالحون فلا ينالهم شيء من هذه الأهوال لقوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر السؤال التالي ما المقصود بالشفاعة الشافع المشفع تعريف الشفاعة الشفاعة لغة الوسيلة والطلب واصطلاحا هي سؤال الخير من الغير أما الشافع فهو طالب الخير من الغير للغير وأما المشفع فهو مقبول الشفاعة السؤال التالي إلى من تنسب الشفاعة وما الدليل على ذلك للإجابة على هذا السؤال نقول أولا قد تنسب الشفاعة إلى الله سبحانه وتعالى فيكون معناها قبول الشفاعة أو العفو ثانيا قد تنسب الشفاعة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشفاعته صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العظمى وقد تكون الشفاعة لغيره من الأنبياء والمرسلين والصالحين الدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطي خمسا لم يعطهن أحد قبله ومنها الشفاعة السؤال التالي استدل البعض بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا عدم وجود شفاعة يوم القيامة فكيف ترد على هذه الشبهة؟ للإجابة على هذا السؤال نقول أن المقصود بمن في الآية هم الكفار الذين اعترفوا بقولهم كما قال تعالى وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَلَى لِسَانِ الْكُفَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ وقوله تعالى وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعًا فقد اثثثنا من ذلك عموم الشفاعة فإذنه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كما قال تعالى إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات وذلك في قوله سبحانه وتعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والاستغفار شفاعة وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعة لأهل الكبائر من أمتي السؤال التالي ما الحسنات وما السيئات ولماذا سميت الحسنة والسيئة بهذا الإصن تعريف الحسنات الحسنات جمع حسنة والحسنة هي ما يمدح فاعلها شرعا وأما السيئات فجمع سيئة وهي ما يذم فاعلها شرعا صغيرة كانت أم كبيرة ما مراتب تضعيف الحسنات وما سبب تفاوت مراتب التضعيف اذكر الدليل مراتب التضعيف أو درجات التضعيف أقلها عشر حسنات لقوله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أكثرها قد تضاعف الحسنة إلى سبعين أو إلى سبعمائة أو إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وأما سبب تفاوت مراتب تضعيف الحسنات فإنه يكون تبعاً للتفاوت في العمل وفي الإخلاص وحسن النية ما شروط التوبة؟ شروط التوبة الإقلاع عن ذنب ثانياً أن ندم على فعله بأن يندم على ما فعل ثالثاً العزم على عزم إلى ذنب أو إليه مرة أخرى رابعاً رض المظالم إلى أهلها وهو خاص بالحق الآدمي فمن أخذ من الناس أموالاً أو أخذ منه ما ليس له من حقه فعليه أن يرد هذه الحقوق إلى أصحابها خامساً أن تكون التوبة قبل الغرغرة أي قبل بلوغ الروح الحلقوم ووصولها إلى حد لا يتصور بعده الحياة سادساً أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها السؤال التالي ما المراد بصحف الأعمال؟ وهل هي صحيفة واحدة أم صحائف متعددة؟ صحف الأعمال هي التي سطرت فيها الملائكة كل ما يفعله المرء في الدنيا وصحيفة الأعمال واحدة وقيل إن لكل يوم صحيفة فإذا كان يوم الحساب وصلت هذه الصحف بعضها ببعض حتى تكون صحيفة واحدة كما ورد ما من مؤمن إلا وله في كل يوم صحيفة إذا طويت وليس فيها استغفار طويت وهي سوداء مظلمة أي إذا انتهى اليوم ولم يستغفر العبد الله سبحانه وتعالى طويت هذه الصحيفة وهي سوداء مظلمة نعود بالله سبحانه وتعالى ألا نكون من المستغفرين وإذا طويت وفيها استغفار طويت ولها نور يتلألأ فإذا كان يوم الحساب وصلت هذه الصحف بعضها ببعض حتى تكون صحيفة واحدة وقيل أن هناك من ينسخ هذه الصحف المتعددة في صحيفة واحدة فالكتاب الذي يعطى لصاحبه كتاب واحد فيه كل صغيرة وكبيرة كما يقول الله سبحانه وتعالى على لسان المجرمين ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا السؤال التالي ما الدليل على أخذ الناس لصحف أعمالهم وما حكم الإيمان بذلك وما حكم منكره الدليل على أخذ الناس لصحف أعمالهم ثبت أخذ الصحف بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى سان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القتامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا حكم الإيمان بثبوط صحف الأعمال واجب وأما منكر الإيمان بوجود صحف الأعمال فهو كافر لما سبق من الأدلة ما طريقة أخذ الكتاب يوم القيامة وماذا قال صاحب الجوهرة في ذلك طريقة أخذ الكتاب يوم القيامة المؤمن يأخذ كتابه بيمينه إقراما له وذلك في قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيا أما الكافر فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره وذلك في قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا قال صاحب الجوهرة وواجب أخذ العباد الصحفة كما من القرآن نصا عرفا عرف الكبائر ثم اذكر بعضا منها كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم الكبيرة هي الذنوب العظيمة التي وضع لها الشارع حدا في الدنيا أو تغعد صاحبها بالعذاب الأليم أو وصف بالفسخ أو بلعنة الله سبحانه وتعالى ورسوله وأعظمها أي أعظم هذه الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الكبائر حيث يقول اجتنبوا السبع الموبيقات أي المهلكات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكلوا الربا وأكلوا مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذفوا المحصنات الغافلات وهناك من الكبائر غير هذه السبع كالكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وأعظم الكبائر هي الشرك بالله سبحانه وتعالى السؤال التالي ما الدليل على الوزن والميزان وما حكم الإيمان بهما وما الحكمة من الوزن دليل الوزن والميزان ورد إثباتهما في الكتاب والسنة وأجمعت عليهم الأمة حكم الإيمان بالوزن والميزان واجب أما الحكمة من الوزن فهي إظهار العدالة الإلهية المطلقة وطمأنة المؤمنين وإنذار المجرمين وإقامة الحجة على المخالفين هل يختلف الناس في المرور على الصراط؟ اذكر ما قاله صاحب الجوهرة في ذلك الناس يختلفون في المرور على الصراط فمنهم من يجتازه كطرف العين ومنهم من يمر كالبرك الخاطف أو كالريح العاصف أو كالطير أو كالجواد السابق ومنهم من يجتازه سعيا أو مشيا ومنهم من يحبو حبوا وسبب ذلك التفاوت حسب التفاوت في الأعمال الصالحة والسيئة قال صاحب الجوهرة في ذلك كذا الصراط فالعباد مختلف مرورهم فسالم ومنتلف السؤال التالي ما الحوض وأين مكانه وهل هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم اذكر الدليل الحوض هو جسم مخصوص كبير متسع الجوانب يكون على الأرض مبدلة لأن الأرض التي نسير عليها تبدل يوم القيامة فهي تختلف عن هذه الأرض قال الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار مكان الحوض يكون على الأرض مبدلة هل الحوض من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على ذلك ما ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منها فلا يضمأ أبدا وقد وردت أحاديث كثيرة جدا تكاد تكون متواترة وكلها مجمعة على نسبة الحوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن اختلف وصفه وقيل لكل نبي حوض يرد عليه من آمن به من قومه الدليل على ذلك ما ورد عن الحسن مرفوعا إن لكل نبي حوضا وهو قائم على حوضه بيده بيده عصى يدعو من عرف من أمته إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا ما حكم الإيمان بالعرش وبالقرسي وبالقلم ومن مقصود بالقلم حكم الإيمان بالعرش وبالقرسي وبالقلم واجب فيجب على المكلف الإيمان بهذه الأمور كغيرها من الأمور السمعية الثابتة بالكتاب والسنة والقلم هو جسم عظيم نوراني خلقه الله سبحانه وتعالى وأمره أن يكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة دليله ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة ما يدل عليه كما في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون السؤال التالي ما الكليات الخمس وما المقصود بها الكليات الخمس هي حفظ الدين والنفس والمال والنسب والعقل والعرض التعريف لكل واحدة منها أولا الدين هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من الأحكام والمراض بحفظه أي المراض بحفظ الدين أي صيانته عن الكفر وانتهاك حرمة المحرمات كأن يفعل المحرمات غير مبال بحرمتها وانتهاك وجوب الواجبات كأن يترك الواجبات غير مبال بوجوبها ثانيا النفس أي أي نفس بشرية ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا عاقلا أو غير عاقل فيجب على الإنسان أن يحفظ نفسه وأن يحفظ غيره فلا يتعدى على أحد بالقتل أو بالإيذاء ثالثا المال وهو كل ما يحل تملكه شرعا فيبتعد عن المال الحرام رابعا النسب والمراض به الارتباط الذي يكون بين الوالد وولده خامسا العقل وهو مناط التكليف لأن العقل هو أساس التكليف كما ورد في إحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفع القلم عن ثلاث وعد منها وعن الصبي حتى يحتلم سادسا العرض والمراض به موضع المتح والذم في الإنسان سميت كليات لأنه يتفرع عليها أحكام كثيرة ولأنها وجبت في كل ملة مل الملل وتسمى أيضا بالضوريات الخمس السؤال التالي ما تعريف الغيبة وما الدليل على حرمتها وبأي شيء تكون وما حكم سماع الغيبة ومتى تباح وما الذي يشترط لقبول التوبة من الغيبة تعريف الغيبة يذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه أو حتى بحضوره الدليل على حرمتها ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئلا أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني قلت فيه بهتانا وتكون الغيبة بالكلام كما هو الظاهر كما تكون الغيبة بغير الكلام فقد تكون الغيبة بإشارة أو بتقليد الحركات مثلا أو ما شابه ذلك وأما حكم سماع الغيبة من المغتاب فيحرم على العبد سماع الغيبة ويجب على السامع أن ينهى المغتاب السؤال التالي ما الفرق بين الرجاء والطمع وما الإخلاص وما فائدته وما حكمه وما دليله الرجاء هو تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأغذي بالأسباب أما الطمع فهو تعلق القلب بمرغوب فيه ولكن مع عدم الأغذي بالأسباب تعريف الإخلاص وقصد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده وفائدة الإخلاص هو سبب الخلاص من أهوال يوم القيامة إلى هنا أبناء وبنات الطلاب أعزائي المشاهدين والمشاهدات تنتهي هذه الحلقة من حلقات مراجعة مادة التوحيد لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا وبناتنا الطلاب في امتحاناتهم وأن يجعلها سهلة ميسورة عليهم وأن يغزقهم كل خير وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر